و للتفاصيل أكثر عن السوق الخليجية ينضم لنا عبر الأقبار الصناعية من المنامة المحلل الاقتصادي الأستاذ أسامة مهران أهلا بك سيد أسامة و طاب مسائك في البداية نتحدد عن حركة الأسواق الخليجية خلال تدورات اليوم و اللي أيضا كذلك شهدت في غالبتها أداء أيضا كذلك ربما متوسط بعد موجة التراجعات اللي شهدناها في أولى جلسات هذا الأسبوع يسأل صباحك و للسنة المشاهدين كل تحية بطبيعة الحال أسواق المال في هذه الفترة بالذات تمر بحالة من حالات عدم الانضباط حالة عدم التأكد حالة من عدم اليقين من أن أسواق المال من الآن فصاعدة أو على الأقل حتى نهاية عام 2018 سوف تشهد نموا فريقا على أي حال نحن في الماضي كنا ندرس مادة اسمها حساب المثلثات هذه المادة كانت تصور لنا المثلث متساوي الأضلاع وهو في الفراغ أنه ليمكن أمد أن يستقر إذا حدث خلال في أحد أضلاع المثلث هنا يمكن أن ننطبق هذا الكلام تماما أن تباق على أسواق الأسهم خصوصا وعلى أسواق المال عموما إذا كانت هناك حلقة خطأ حاجة لم تؤشر باتجاه النمو حلقة أضعف في هذا الاتجاه فلا يمكن أبدا أن النمو في أسواق المال يتحقق النمو في أسواق المال يتحقق عندما تكتمل كل الدوائر الخاصة بإنماء أو نمو أو صعود المؤشر العام وصعود بعض المؤشرات التي لا تأثير على هذه الأسواق في الفترة الماضية النفط متزبذب النفط يلعب لعبة كبرى في أسواق المال العالمية ومن خلفه السياسة هذا يؤثر أيضا على أسواق المال حالة عدم اليقين من أن الأرباح التي سوف يتم تحققها في عام 2018 أو نتائج مالية لشركات المساهمة العامة المسجلة في هذه الأسواق قد تحقق أرباحا جيدة بنهاية العام هذا أيضا يمر بحالة عدم تأكد أو عدم يقين هذه الأمور مجتمعة دخلت على الخط في أداء سوق المال في المملكة العربية السعودية وأسواق المال في الإمارات وفي مملكة البحرين يلف المؤشر ويدور حوله أيضا بالنسبة للبحرين إلى 1300 نقطة في المملكة العربية السعودية طبعا شهد الاتفاع كبير الفترة الماضية ولكنه بدأ يصحح وضعه مرة أخرى حتى لا يسمح بمزيد من الأموال السخنة لكي تدخل فيه سوق الأسهم القوية جدا في المملكة العربية السعودية نعم أيضا كذلك سيد أسامة شهدنا أخير الأسبوع الماضي حركة إيجابية بالنسبة على أسعار الأسهم مستوى إلى أعلى مستوى من أربع سنوات كانوا مستوى إلى 85 دولار بعض الأسواق العالمية حقت جزء من المكاسب البعض يرون أيضا حتى الأسواق الخليجية لم تتفاعل بشكل إيجابي حتى مع الحركة الإيجابية التي شهدناها لأسعار النفط اليوم مستوى النفط كان على تراجع بكثر من 1% برينت مستوى 83 دولار للبرميل هل موجة الارتفاعات التي شهدناها عن نفط للسوق السعودي وأيضا حتى أسواق المنطقة الخليجية بشكل نعم لم تتفاعل أو لم يعد يجذبها المحرك العالمي كما ذكرت في بداية حدك اللي هو النفط هل يجب أن نعترف أن أسواقنا في المنطقة بدأت تحصل على درجة عالية جدا من الاستقلالية من الشخصية القوية ومن الهوية بنت لها شخصية على مدار السنوات الطويلة الماضية وبالتالي بدأت لديها الخبرة أن تقود بنفسها مقاليد أمورها ولا تنتظر ارتفاع لسهم ما في سوق عالمي ما لكي ترتفع هي الأخرى في السوق المحلي أو ما إلى ذلك أو العكس أن ينخفض سعر سهم في سوق مالي أو يتراجع مؤشر بشكل أو بآخر أو يمر سوق مالي في العالم نحن لا نغفله ولكننا لدينا شخصياتنا المستقبلة لدينا من الأدوات المناعة المكتسبة والمناعة التي تدربنا عليها بما فيه كفاية مما يجعلنا أن نكون في منأة عن التأثيرات القادمة إلينا بالضرورة من الخارج ولكن نحن بالتأكيد نتأثر في هذا العالم ونؤثر فيه هذه هي النقطة التي كانت سوق الأوراق المالية في المنطقة لا يراعيها ولا يتمتع بيها الآن هذا السوق يتمتع بهذه الخاصية يتمتع بأليه الحركة وحرية الحركة التي تمكنه من تجنب الكثير من الصدمات القادمة من الخارج والكثير حتى ربما من الحسنات التي قد تأتي من هنا وهناك علينا أن نعرف كيف يمكن أن نستحوذ على الحسنات ونصورها ونميها ونصعفها ونميها ثم في الوقت الآخر كمان نقوم بشكل أو بآخر بأن نعيد ترتيب البيت من الداخل بحيث يكون أكثر قدرة على التعامل مع هذه المتغيلات التي تأتي من هنا وهناك نعم سيد أسامة أيضاً كذلك الكطاع المصرفي يلعب دور أساسي بالنسبة في أسواق المال في الخليج بشكل عام كان عندنا توقعات صندوق النقد الدولي أيضاً للكطاع المصرفي وقوته خلال الفترة القادمة أيضاً كذلك وكالة ستاندن أندفورز والي أشارت أيضاً كذلك أنه الكطاع المصرفي والاندماجات الحاصلة في الكطاع أنه ربما تشكل كيانات قوية خلال الفترة القادمة ببدأ معك السوق السعودي الأسبوع الماضي كان عندنا صفقة مع البنك الأول وبنك ساب أيضاً كذلك في الكويت لدينا أيضاً صفقة وأيضاً كذلك كان هناك بعض المباحثات الجارية مع بنك أبوظبي التجاري وأيضاً كذلك مع الاتحاد الوطني في أبوظبي سؤالي الآن اليوم مع فترة الاندماجات كيف تقرأ بنسبة الاندماجات خلال الفترة القادمة وأيضاً أنها تشكل لنا كيانات مصرفية قوية ربما نشهدها خلال الفترة القادمة بكل تأكيد ونحن نتحدثنا كثيراً ومملكة البحرين خدت في هذا الطريق مشواراً أطول ومملكة العربية السعودية من زمان وهي تدعو إلى الاندماجات حتى تستطيع أن تخلق قينات كبيرة تستطيع بها أن تواجه القينات العملاقة في عالم الشركات المتعددة الجنسيات وشركات العملاقة ذات رؤوس الأموال الضخمة هذه المسألة بكل تأكيد هي مسألة مهمة جداً أننا نتجل نحو التعاون نحو التكامل نحو التكاتف والاندماج إن احتاج الأمر الاندماج هنا يخلق قينات أكبر يقلس التكاليف يعمق النشاط ويؤججه في الاتجاه الصحيح الاندماج في البحرين صحيح حدث نتيجة عنه اختفاء بعض الكينات المصرفية المعروفة ولكن أيضاً حدث في المقابل إنشاء وظهور كينات مصرفية كبرى وعملاقة تستطيع أن تواجه تحديات المرحلة القادمة تحديات بازل ثري وربما بازل فور وربما بازل كمان وكمان الاشتراطات الدولية لصندوق الناد الدولي ومصرف التسويات الدولية حول معايير كفاءة رأس المال الكابة الأدكوسي بتتغير كل يوم وبتزداد صعوبة على المنطقة كل يوم والتصنيف الاعتمالي للمنطقة بيوزبع على المحاكم من ستاندر أندبورز وفيتش ومودز وغيرها كل يوم ولذلك لابد أن نقوي قواعد رأس المالية لشركاتها المساهمة بالتحديد العامة المساجلة في أسواق الأوراق المالية في المنطقة نعم أيضاً كذلك بأنتقل معك الإمارات الإمارات شهدنا أيضاً كذلك وكان هناك هيئة الأوراق المالية والسلع واللي يصف لبعض التقارير هنا أيضاً كذلك شهدنا تصعيد واضح خلال هذا الأسبوع بتشديد الإجراءات والرقابة الرسمية بالنسبة على الشركات اللي وصلت خسائرها أكثر من نصف رأس المال وأيضاً كذلك الضغط على هذه الشركات لإعادة هيكلتها سؤالي الآن بالنسبة على سوق المال في الإمارات إيش تعني بنسبة هذه النقطة وتفسرنا بنسبة هذه النقطة وانعكاسها بنسبة على الشركات الخاسرة طبعاً سوق الإمارات بيعيد مرة أخرى تنظيم البيت من الداخل كثير من الشركات منية بخسائر خلال فترة القرية الماضية بأسباب كثيرة جداً منها أن الأسواق بشكل أو بآخر نمت أكثر من لازم منها أدوات الرقابة على أداءات الأسواق الأوراق المالية بشكل عام وبعض الشركات المساهمة العامة بشكل خاص لم تكن لها الفاعلية التي اكتسابتها خلال الفترة الماضية ولذلك نرى أن هناك بعض الخسائر لبعض الشركات التي أثرت بالسلب بكل تأكيد حتى على المؤشر العام لبورس الدبي بالتحديد طبعاً أسواق أبو الزابي ما زالت شبه يعني متأكدة أنها تستطيع أن تواجه هذه الحالة من المقاومة الشديدة والشارسة باتجاه التراجع وربما تدفع سوق دبي إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة إلى النمو ولكن الاحتراز الاحتراز مهم جداً حتى في الرواد المشكلة في سوق دبي ولو أنه سوق جيد ومنفتح ولكن الاحتراز كان يعني يواجه بعض المشكلات نتيجة لأنه هو الكبير الذي طرأ على سوق دبي المالي خلال الفترة القريبة الماضية نعم السيد أسامة مهران المحلل الاقتصادي كنت معي من المنامة شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك